أمريكا وإسرائيل كانوا من أوائل الدول اللي دعوا رعاياهم لمغادرة أوكرانيا وده كان قبل الحرب بأسبوعين على الأقل يوم 11 فبراير ومن وراها إسرائيل أمريكا تطالب رعاياها بمغادرة أوكرانيا خلال 24 ساعة فاكريني المشهد ده كان ساعتها بس الأحداث بالتلاحق كان صدم وما فهمناش ليه ساعتها لكن فهمنا بعدها نتيجة أنه قرار وقف الطيران المشهد ده بيتكرر مجددا أمريكا بتطلب من رعاياها وتدعوهم بشكل فوري وعاجل للمغادرة فورا فورا وانضمت لها إسرائيل على الفور بالأمس بتطالب رعاياها بمغادرة أوكرانيا إمبارح وليس مغادرة روسيا أنا آسف الاثنين بيطلبوهم بمغادرة روسيا أنا آسف لو كنت غلطت في أي حتة قلت أوكرانيا الاثنين بيطلبوهم بمغادرة روسيا فورا برضو فورا فورا بدون إبداء أسباب رغم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيت ذهب وكسر العزلة عن بوتين وراح بشكل مفاجئ لروسيا لكن هذا الطلب جاء متزمن مع تلك الزيارة بشكل عجيب إنه لازم تغادروا فورا بنيت طيب قبل ما ندخل في الزيارة ليه أمريكا وإسرائيل في نفس التوقيت بيكرروا نفس المشهد بتاع أوكرانيا بتاع سحب الرعاية واللي فعلا حصل بعدها الحرب هل في مخطط أمريكي أو غربي لتفجير الوضع في روسيا يعني هما في البداية طلبوا رعاياهم بمغادرة أوكرانيا قبل الحرب وسبعين طلع إن في حرب ونينيا منيلا نهاردة بيطلبوا رعاياهم فورا بمغادرة روسيا بشكل مفاجئ جدا وسريع جدا مبارح يعني هل بيرهنوا أن المعركة ممكن توصل للجانب الروسي أو في رهنعل ده هل هناك مخطط أمريكي أو غربي لتفجير الوضع في روسيا أما هو مجرد قرار خوفا من استهداف الرعاية انتقال المعركة من أمريكا للدخل الروسي صعب جدا إلا في حالة بداية الحرب العالمية الثالثة إن الغرب يدخل فعليا لأن إمكانيات أوكرانيا العسكرية بالنسبة لروسيا مختلفة تماما يعني مجرد صمود أوكرانيا 11 يوم ده أداء لم يكن يتوقع الروسيين مش هينتقل أوكرانيا لن تنقل الحرب للأراضي الروسية لوحدها يكاد يكون مستحيل يكاد يكون مستحيل تواجد عسكري ضخم سيطرة روسية على أغلب المناطق الأوكرانية المؤدية الروسية على كل الحدود يخليها ممكن طيب هل بقى الطلب السريع جدا والعاجل جدا من إسرائيل وأمريكا من رعيهم في الـ 24 ساعة الأخيرة بمغادرة فورا ينبئ مثلا عن سيناريو انفجار الوضع من الداخل ضد بوتن اللي هم اللي بيخططوا عليها من الأول بسبب العقوبات والمواطن الروسي أصبح منبوث في العالم والإصابات في أوكرانيا قلت لك الوضع كل اللي عملته روسيا في سوريا مختلف تماما على اللي بتعمله في أوكرانيا بالنسبة للروس ليه؟ لأن صلاة بين مئات الألاف من العائلات من هنا وهنا وهنا وضع مختلف جدا لكن أيضا ده السيناريو مسهل مسهل انتقال الحرب الأوكرانية تنقل الحرب الروسيا صعب جدا يكادي يكون مستحيل تفجير الوضع مسيناريو سهل بوتن راجل مخابراتي بيحكم بدكتاتورية وقمع من 22 سنة الانقلاب عليه مش هيكون سهل إن بوتن كمان بيحاول يتعلم من سيناريو سقوط الاتحاد السوفيتي سنةريات كلها مسهلة مع شخص زي بوتن لكنها ليست مستحيلة طيب إيه سبب الزيارة؟ زيارة بنيت اللي كسر بها عزلة بوتن بوتن أعلن بشكل واضح أنه يعاقب اللي بياخدوا إجراءات ضده بعد مرور 11 يوم الحرب نتيجة أفعال كتيرة معينة واضح إن روسيا مرعوبة أو إسرائيل مرعوبة من روسيا اللي موجودة على حدود قريبة جدا من أراضينا المحتلة اللي إسرائيل محتلها وده واضح ونقلناه من الإعلام الإسرائيلي رئيس الوزراء الإسرائيلي قرر يذهب بشكل مفاجئ في زيارة روسيا أمس ويكسروا العزلة الدولية اللي على بوتن لو تفتكر محمد المنزاد كان أعلى عن زيارة ورجع لحسها بنيت بوتن هذا اللقاء استمر إلى أكثر من سعتين ونوس بعد هروالت رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى موسكو السופר חריגה באמת אני לא יכולה לתאר עד כמה הפגישה הזו בין رאש ממשלת ישראל נפתלי בנט לנשיא רוסיה ולדימיר פוטין בעת הזו בשיא הלחימה כשהוא תחת סנקציות כבדות ביותר מהמערב נפגש איתו היום ראש הממשלה לפגישה שכפי שציינת נמשכת כשעתיים וחצי אף יותר מתקרבת לשעה השלישית שלה במוקד הפגישה כמובן הלחימה בין רוסיה לבין אוקראינה והניסיונות להביא להפסקת אש בסוגיה הזו נפגשה wzער הכל זו תאקד נפגש בין בנייק ראש המקשכה ראש המקשכה ראש המקשכה national ראש המקשכה ללמׯ ללמׯ ALS לראשון 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 طיירة تابع للמוסד الإسرائيلي כפי חרסת סילה חילגאו על ישראלי לחד המתגאו זה לחידות יכולים להוסיף שמדובר במטוס פרטי שלרוב משמשת המוסד ששימשת ראש הממשלה ופמליה מאוד מצומצמת של השקעת ראש הממשלה לעשות את הטיסה הזו יחד איתו זאב אלקין שהיה גם בפגישות הקודמות גם של ראש הממשלה נפתלי בנט גם של ראש הממשלה לשעבר נתניהו כאשר הוא עשה את הפגישות طيب هل الزيارة تمت بموافقة أمريكا أو عشان نقول للسؤال صح هل الزيارة على هوا أمريكا بنيت حاول يستقدم أمريكا لكن بايدن ما ردش عليه خالص بايدن ما ردش على بنيت خالص في ان يجاوبه موافق ولا لا على تلك الزيارة لكن واحد من مستشارين بايدن رد على بنيت بتلك الطريق بنت متفق عليها هو مجدولة أمريكا قالت احنا مش مهتمين بالموضوع ده احنا ما تكلمنيش فيه لا احنا موافقين ولا احنا رفضين انا بستقي سيبك من الصياغة اللي بيصيخها الاعلام الاسرائيلي بحاول افهم مع حضراتكم نتقصى ايه اللي بيحصل زيارة لم تكن على هوا האמריקה اللي شايفة אסלן إنه مفیش גדווה من تلك الزيارة أو זה מביעול למ�ثل الشهיר سبق السيف والعزل بلشكت روش הממשלה טוענים منגد שהבית הלבן נתן לבנט את بركת הדרך בוושינגטון סבורים שאין טעם לדבר יותר עם פוטין כיוון שאיש לא יצליח לשנות את דעתו לגבי אוקראינה ולעצור את הפלישה שלו שמטרת החלפת השלטון בקייב حقيقة يعني هذا الوضع حقيقي تلك الزيارة أو غير واضح الانتصاد كلها اللي حصلت مع بوتين بقولك بوتين غرز لمرحلة التراجع فيها مستحيل هو بيقول في اطلاق النار أنا عندي كيف زلينيسكي وأتباعه يتوقفو عن المقاومة يعني لكن اسرائيل في وضع صعب جدا مش عايزة تخدم الدب بالروسي وبتحاول توقف على الحياد لكن تذكر ان موضوع الحياد ده بيزداد صعوبة كل ساعة في استمرار تلك الحرب مش כל يوم من الدول العربية طبعا بنيت واسرائيل مختلف عن الدول العربية محمد بن زايد سعودية مصر كده الوضع مختلف تماما عن هؤلاء عشان كده التصرف معاه كان بتلك الطريقة مقدرش يكبره انه انه هو يلغي الزيارة لكن ده السيناريو اللي حطاه امريكا في دماغها سواء صحيح او غلط هو اللي ساير من الاول توريد بوتين تورد بوتين لو تتذكر احنا في هذا البلنامج قبلها ب24 ساعة قبل الحرب 24 ساعة قلت لحضرتك احنا مش انا مش متخيل ان الحرب ستبدأ ليه انه ما تخيلتش ان بوتين يقع في هذا الفخ يعني فخ ايا كان نتيجته هو فخ فخ كبير جدا لبوتين والروسيا هذا تخيل فان الحرب بدأت ده كان مفاجئ لينا لكن امريكا كانت عارفة ان الحرب هتبدأ امريكا حفرة الخية لبوتين امريكا عارفة ان ما فيش حاجة هترجع الخطة ماشية كده زي ما قلتك لحد الوقت لكن ما حدش يضمن خطط الحرب الى ماذا ستنتهي ما اكدناها الف مرة اسرائيل رغم ان الرئيس الاوكراني من موئيدين اسرائيل زيلينيسكي ومن موئيدين ضرب غزة ها وراجل يعني وطلب الناس اليهودي يصلوا لاوكرانيا وكده وبالفعل في اوكراني كتير صلوا في اراضينا المحتلة ليهم وبتاع الراجل موقفه واضح الا ان خوف اسرائيل من روسيا خلاهم يرفضوا مساعدة اوكرانيا ولا حتى بخوض ولا حتى بخوض جمع خوضة روسيا روسيا بتقول لك ما فيش حيات روسيا بتقول للي معاها ما فيش حيات زيلينيسكي من ضمن الطلبات يعني ضعيفة جدا طالب خوض من اسرائيل اسرائيل رفض فحتى اسرائيل اللي راهن عليها زيلينيسكي بنتيجة حيات كتير نتيجة اصوله نتيجة تأييده الغير محدود لإسرائيل بعيته بعيته بسرشان رئيس الاوكراني احرج سلطة الاحتلال في اعلام جيش الاحتلال بتلك الطريقة كيف تقريب الان روسيا من روسيا هل تعتقد ان يجب ان الانرسال او مولتوف كتير لا يستطيع ان تقريب التساعد انتك احتلال على معتلاف كيف لنحن فقط لدينا انا احضار من قد وضع مولتوف كتير او احكذا اذا احضر ازرائل يريد ان اوكراانيين بإمكانها او احضار او احضار او احضار واضح الرجل لهجته أنه مستفز بشكل كبير ده مستشار رازلينسكي إسرائيل ربضة تماما تدعم أوكرانيا في تلك الحرب لا بخوض ولا بأي حاجة خوفا من غضب الدب الروسي مستشار السياسي الرئيس الأوكراني هكذا كان لقاءه مع إعلام جيش الاحتلال إذا كنت تعطينا مع بعض المساعدة ومساعدة نفسك سنكون مستشار لك كيف يتحقق من بعض المساعدة في بعض المساعدات لكن كيف يتحقق وكيف يتحقق كيف يتحقق وكيف يتحقق نحن نتحقق إسرائيل فمتخيل الدلديل وضعهم إيه الدلديل وضعهم إيه أنا كنت قلت لكم أجماعة عايز بتاعت الأسعار الحاجة النهاردة ولا إيه أسعار اللي كنت استعرضت أسعار اللي زادت الأمح زادت بشكل كبير جدا البنزين طبعا الزيت اللي بيستورده زيت من أوكرانيا وبتاع الوضع صعب جدا شوف الرغم ومحاول السيطرة الأزمات الأسعار زادت في دول في أوروبية زي هولندا ألمانيا بنسبة أعلانه رسميا الأسبوع ده أول أسبوع في الحرب 30% الأسعار زادت بنسبة 30% 30% يعني الحاجة اللي بتشتريها بعشرة بقيت بتلتاشر فمتخيل الوضع هيبقى تحت عامل إزاي النهاردة الكونتينر أي تصدير في العالم كان سعره زاد نتيجة كورونا بشكل رهيب جدا تضاعف وما بقوش لقينه الكونتينر فوق الأسعار اللي تضاعفت بشكل كبير جدا فدلوقتي كمان سعر البترول هيغلي سعر الحاجات دي ما هو كل النقلات وكل الحاجة بتشتغل بالوقود أي أن كان بقى غاز بترول كده فهيضاعف الحاجة بشكل كبير ومزاق الشركات التأمين اللي بترفع في معدلات الحرب بترفع معدلات الفايدة أو الصات اللي بتتدفع في أوقات الخطر فالمعادلة صعبة جدا وموضوع شديد التعقيد حتى على إسرائيل حتى على إسرائيل اللي مش هارف تعمل إيه إسرائيل زلينيسكي من كبار 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 المؤيدين ليه لم تجرؤ على دعم أوكران وبنيت ذهب لروسيا إعلام جيش الاحتلال من إدراكه صعوبة الوضع اللي بقول لحضرتك عليه وقد إيه هو معقد قالك يبدو أننا سنحتاج لوسيط في الأيام المقبلة يحل مشكلتنا مع أمريكا اللي أكيد الأمر والتصرفات اللي إحنا بنعملها دي هتزعلها وضعينا مقلق محتاجين وسيط طب إيه هم الأمرين دول اللي بتطلبهم أمريكا بصرامة من إسرائيل الأمر الأول إنه مش عايزين اسمع الطلبات مش بس طلبين من إسرائيل إنه ما تصدرش سلاح لا ده الدول اللي بتاخد سلاح من إسرائيل ما تروحش تصدره دي روسيا اللي طلبها مش أمريكا روسيا صح ولا أنا فاهم غلط روسيا اللي طلبها مش أمريكا روسيا طلبة إنه إنه حتى الدول اللي بتصدرها سلاح ما تصدرشي لأوكرانيا لاوكرانيا مش عايزين مش عايزين نزع على الروسيا دي أول حاجة خطيرة في الموضوع اسمعوا تاني بعد إذنك لو سمحت قال لك الحاجتين دول اللي إحنا عملناهم هكس اللي محتاجهم أمريكا تماما نتيجة خوفنا استجبنا للطلب الروسي بإن إحنا ما نبيعش ما ندي السلاح لأوكرانيا ومش بس كد لا الدول اللي إحنا ما نديها سلاح ما تدوش هي الأوكرانيا والتزامنا بهذا الوضع الأصعب إن إسرائيل تتلعتم يعني مش عارفة تعمل إيه في موضوع لا تسمح فيه أمريكا باللعتمة يعني ما فيش حاجة اسمعها أقول لك بص ما تبعتش البوتن مثلا أي حاجة سكر فتقوله أصل ما ينفعش أصل هو ما تتبعتش إسرائيل تتلعتم الخوف من الدب الروسي هو العنوان الآن في أراضينا المحتلة الموضوع وصل من الخوف من روسيا في أراضي المحتلة والغضب من خوف أمريكا إن أحد هاكمات إسرائيل قال لك بنيك مش يهودي رئيس الوزراء عشان أمه مش يهودية في الأصل اللي بيعملوا ما يصلش علينا ده الخاجة ببنت كذا وبنش الجيوري فورني بنت لا يهود بنت لا يهود تكروا إزا بجوجل كمان حاكم بيقولك من جوجل الموام بنيك مش يهودي يعني إيه يعني مناش فيه كل اللي بيعملوا ده ممكن يكون غلط أو صح أمريكا ما تحسبناش عليه ولا روسيا إيه المشكلة قال لك بنيت أصل بنيت أبو يهودي لكن أمه مش يهودي بقت يهودية بعد جوازها من أبو فليست يهودية العرق فهو مش يهودي فكل الغلط اللي هو بيعملوا ده إحنا مش مسؤولين عنه بنت وزراء של أبا يهودي صفك يا بنا مشانا אבל وداي שלי إمه جوية أمريكاية شهزتها جيور فورني هل تيهو بألم شبنت مخارت المدينة لجويم وشلاهم الكلم إماكش إماك ولا نعرف فسل ده إحنا ملنش في ما يعني يا بنيت اللي أنت بتحميله ده بقول لك الرعب بداخل أنا مش بهزر ليه بقول لك إسرائيل إني للأسف 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 الشليد إسرائيل ومن يحكمها جيش الاحتلال ومن يحكمه يختلف تماما عن الدلديل فتخيل بقى لما يكون إسرائيل اللي بتحظى بهذا الدعم العالمي وهذا البتاع المجرم اللي هو عنوان من عنوين الكل بمكيالين في هذا الوضع الشديد التعقيد والخوف والرعب مش عارفين يتصرفوا مع روسيا ولا مع أمريكا الرعي الرئيسي يعني ليها منذ الإنشاء طيب ليه بنيت تصرف هذا التصرف على غير الهوى الأمريكي تماما عرضتلك بكية تصرحات الجنال الإسرائيلي ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق جيورة آيلاند واللي قال بكل بساطة ان روسيا بتدينا ميزة غير مسبوقة ايه هي قالك ان احنا منتجول في الأراضي السورية زي منتجول كده في تل قبيب وبنضرب سوريا زي ما بنضرب أي حتة في الأراضي المحتلة ها فاللي بتقدمه روسيا لنا وده مهم بالنسبة لنا ده مهم جدا محدش اللي بتقدمه روسيا لنا لم يقدمه أحد من قبل وربنا يبارك في عرة الرجال اللي موجود هناك ישראל צריכה להסביר לארה״ב את הדבר הבא בניגוד להרבה מדינות שדרשות התערבות אמריקאית והגנה אמריקאית אנחנו לא צריכים את זה אנחנו מסתדרים לבד יש לנו חזית פעילה מול איראן בעיראק בסוריה ובלבנון בכדי לנהל את המלחמה הזאת שלנו אנחנו חייבים לשמור על המודוס ביוונדי עם הרוסים תבינו את העניין הזה ואל תצפו בהחלט כן שאנחנו נעשה משהו חמה אלקטרונית בלכלות תחרות איימפחידה ונחנול אורות סים לידה מקום הזה שוב المجרם بشار וمن עוונו וمن على شاكلתו שוב שוב خطورת يعني انه مكن الروس من سوريا دה اعتقد مش غافل عليكم שוב لما كلمنا عن ميناء ترتوس قד ايه مهم الروسيا لو روسيا مش هنا مكانش هيبقى الرعب جيش الاحتلال منهم والخدمات اللي بتقدمها غير مسبوقة لهم قال لك خلي بقى لك ده حجر حجر الزاوية في موضوع المشهد الايراني العراقي السوري سوريا بتعمله روسيا بتعمله روسيا ممكن تشوش علينا الترني وعلى جهزتنا وعلى حاجاتنا ممكن تضيقنا بشكل كبير فاحنا احنا في وضع سيء جدا ومعقد جدا دي ملخص الرعب من روسيا والخوف من روسيا عند من يحكم في جيش الاحتلال امريكا لازم تتفهم وضعنا هكذا اكد الجنرال جنرال جيش الاحتلال رفيع المستوى في تصريحاته اسرائيل زخابي خسد اللي دي زيش تياسي اسرائيل اوفريم لأفتيت بسوريا وخוזרים بشلوم הכל بزخوت ما שגיאורה אמר היא הפעלת לוחבה אלקטרונית והיא הפעלת מקמים S-400 שהם סיפקו לסורים אבל לא לימדו אותם עדיין להפעיל לכן ללכת בין הטיפות לעשות איפוק ולהסביר לארה״ב של טובת ישראל וביטחון מדינת ישראל במקביל למה שאתם מנהלים בווינה שאנחנו בווינה ישראל יגמר אךרות סיפול להפתעח תסمنו לשתתף פאולאי מרוסים לازم תتفهم وضعنا احنا 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 في وضع صعب جدا كنت بس قال زميلي قبل ما يجل الفاصل انتو مش غور بيع اصد ايه في فيينا انا ما في امتهاش حقيقة فقالولي اه نسيت يعني ما كنتش انه فيينا الاتفاق النووي مع ايران بيتم طب خو هناك انت عارف قبل ما يبدأ الحرب ايران كان بدأت تحط رجل على رجل وتقول لهم لا كانت امريكا توصل اتفاق النووي مع ايران ضمن خطة تهديئة كل اوضاع للاستعداد لمواجهة الصين فايران قالت لهم واحنا ايش ضمننا بايدن لما يمشي بدأت ايران تحط شروطها وامريكا بتلتزم بتلك الشروط قبل ما تبدأ الحرب بفترة قصيرة جد واحنا ايش ضمننا اللي يجي بعد بايدن ما يلتزم باللي احنا معايزين ضمانات لما بعد بايدن وعايزين 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 فالجنرال الاسرائيلي جيورة ايلاند رئيس الرجل ده رئيس مجلس الامن القوم الاسرائيلي السابق جيورة ايلاند رئيس مجلس القوم الاسرائيلي السابق قالك امريكا لازم تتفهم خطورة موقفنا ووضعنا نتيجة التحددات زي ما احنا تفهمنا وضعها لما كلمونا وفاهمونا انهم مكبرين على عمل هذا الاتفاق في بينا مع ايران تصريح الاخير مرة اخرى لجيورة ايلاند لانه تصريح مهم جدا نشوفه اشتركوا مكמים S-400 שמסיפקו לסורים אבל לא לימדו אתכן ללכת בין הטיפות לעשות איפוק ולהסביר לארצות הברית של טובת ישראל וביטחון מדינת ישראל במקביל למה שאתם מנהלים בווינה שאנחנו לא בדיוק יודעים איך זה ייגמר אנחנו רוצים פה להבטח את עצמנו לשתתף פעולה עם הרוסים ישראל זוכה בחסד על ידי זה שטייסי ישראל עוברים להפציץ בסוריה וחוזרים בשלום הכל בסחות מה שגיאوريا אמר יפלת חבר ל�ازم تتفهم وضعنا ولازم تتفهم خفنا اسרائيل بتعيش على حماية א�مريكا في المنطقة حماية א�مريكية ودعم من المطبعين לא�مريكا معاها ومن دلديل المنطقة العربية ده بكل وضوح زي واحد زي السيسي مثلا اشكال الضلة دي بتعيش عليها اسرائيل فالسؤال اللي تسأله اسرائيل بترهن على ايه هي بتعمل كده مع روسيا اسرائيل بترهن على ايه يعني هي كل حياتها ده عامل زي الحبل السري الجنين لو شلت من الحبل السري في حياة لا حياة بعد خمس دقايق ليه اسرائيل بتعمل كده ليه اسرائيل واخد هذا المنحة مع روسيا بقولك اسرائيل بتراهن على شيء واحد تقدرنا معركة الحياة فيها صعب لكن اسرائيل من اجل تجنب الغضب الروسي لان اسرائيل روسيا موجودة في سوريا بتراهن على ان امريكا حتى لو زعلت ما تقدرش تتخلى عن اسرائيل ولا تسيبها لوحدها في منتصف السكة تزعل تغضب تبرطم لكن في النهاية مناش غير بعضينا مش هتسيبهم لوحدهم ده الرهان الوحيد